السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في فيديو جديد قصير والفيديو ده حياء مؤقت يعني حبد الكلام دلوقتي عن الفصائل الزهرية العائلات النباتات بان الكلام دي نسخة تبقى نسخة مختصرة وتخص النظري والعملي اللي اتنين مع بعض تعالوا مع بعض كده نبدأ في اول عقل خليت الحاجة مختصرة تماما يعني اسم العائلة باللاتيني وبالعربي المثال ما يهمنيش يعني اسم النبات ما يهمنيش ليه يهمني القانون الزهري والرسم بتاعه وبرضو بشرر حضراتكم مش هخليكم ترسموا لكن حتتعرفوا يعني اما جيب لك القانون الزهري واسألك عليه اقول لك القانون ازاي ده بتاع انهي عائلة فالمفترض تدور كده حاجة انت تجمعهم بقى مع بعض في صفحة واحدة نجمع انصحك انا جمع قانون الزهرية دي لوحدها كل زي جدول اسم العائلة والقانون الزهري عشان تقدر تقارن ما منهم ولما تجمعهم رتبهم بقى يعني خد المسل الخمسات مع بعض الاربعات التلاتات وهكذا يعني انصحك على كده ودور على حاجة مميزة في كل واحدة فيه فبنتكلم في اول حاجة على الكاريوفيليسي او الفصيلة القرنفولية هنا هنلاقي ان فيه طبعا سبنا بقى من هو فيه قنابة او لا المهم الزهرة هنا ايه منتظمة وحنلاقيها خنثة يعني فيها الستيمد الاسدية وفيها الكرابل الكأس هنا عندي خمس وحدات خمس وحدات وملتحمين اللي هما فين لو بصت فيهم كده نعدهم لو انا عايزة عدهم يعني اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فين اماكن الالتحام اماكن الالتحام اهي فين اماكن الالتحام اهي هنيجي نتكلم عن المحيط اللي بعد كده اللي هو الكورولا او اللي هي البتلات خمسة ومنفصلين فين الخمسة دول تعالي نعدهم مع بعض كده اهو وهتلاحظ طبعا ان هما بالتبادل يعني ايه بالتبادل يعني ادي اهو اللي بره دي دي عبارة عن سيبيلا ودي سيبيلا هنا البتلات بين الاتنين متبادلين ادي واحدة ادي اتنين ثلاثة اربعة خمسة وهكذا طيب تعال هنا لالاندريسيام اللي هو الاسدية الاسدية كان واحد عشرة بس خمسة زائد خمسة يعني على محيطين طيب نبص كده على المحيط الاولاني هنلاقي ادي البتلة اهي وادي المحيط الاولاني اهو ادي اول واحدة ادي تاني واحدة كل بتلة اصادها واحدة اهو كده وقادل الخمسة بتاعتهم اهي والخمسة التانيين متبادلين في المحيط اللي بعده وهكذا طيب تعال بقى نروح جوه بقى اكتر كمان شوية هنلاقي الجينيسيام او اللي هو المتاع طبعا هنا حطينه الجينيسيام فوق يبقى الظهرة ايه سفلية المبيض علوي يبقى الظهرة سفلية بيكوم من كربلتين والتحميتين زي ما احنا شايفين سواء في القطاع اللي هو بالعرض او القطاع الطولي زي ما احنا شايفين كده مع بعض طيب والبلاسنتيشن او الوضع المشيمي اللي هنا ايه هنقول عليه ايه في محور في النصة اهو خلاص وهنا ده فراغ واحد خلي بالكم مش حجرات اه يبقى مركزي مركزي لان الحاجز واصل لغاية فين بصوا كده الحاجز واصل من تحته لغاية نهاية المبيض فوق بالشكل ده كده والبيضات طلعة حواليه مش لازم يكون حواليه في كل الاتجاه لكن نبقى ده مركزي بالشكل ده كده ادي اول عائلة كل عائلة احنا اخدها بالشكل ده كده خلاص اهو و ادي القطاع بتاعها دي احد الازهار طبعا فيه انواع كتير من القرنفل خلاص و ادي الازهار بتاعتنا بالشكل كده طبعا ضل مبيض بالمنظر ده اثنين طوال اهم الستايل و اشايل الاستجما فوق فين الستايل ادي المبيض اهو فين المبيض من اول هنا لغاية هنا ضل مبيض وبعدين طالع القلمين بالشكل ده كده والاستجما في النهاية بتاعته في الاخر خالص طيب تعالا نروح و ادي القطاع بتاعنا اهو مرة تاني بالشكل ده كده و ادي اهو المحور واصل من البداية لغاية النهاية و ادي البوايضات حواليه طيب نيجي للعائلة التانية اللي هي العائلة الصالبية هنلاحظ ان هنا بقى اربعات لما تيجون تترتبوهم لتب الخمسة مع بعض والاربعة مع بعض والتلتة ده يساهل لك الدنيا برضو ظهرة منتظمة اه خنسة متأسف السبيلات هنا اه اربعة اتنين زائد اتنين فين اللي اتنين ادي الاتنين اللي بره اجي واحدة و اجي واحدة و فيه اتنين اللي جوه اجي واحدة و اجي واحدة في حين ان البيتلات لا في محيط واحد الاربع اهم الستيمينزا او الاسدية ستة اتنين ادي واحد ودي التاني طبعا متبدين مع البيتلات ودي المحيط التاني الاربع نيجي للجاينيسيام اللي هو المتاع هنلاقيه فوق يبقى الظهرة سفلية برضو حجرتين وملتحمتين طب هنا الوضع المشيمي ايه دي حجرة هنا خلاص الوضع المشيمي هيكون ايه لو بصيت كده هتلاقي لو انا كبرتلك خالص كده اهو البوايضة هي طلعة من على الجدار نفس الكلام هنا البوايضات طلعة من على الجدار يبقى ده وضع المشيمي ايه جداري فين الظهرة نفسها اهي ادي الظهرة من فوق بالشكل ده كده لانت فقط انت held with more for the rest of the rubrications هذه الاسطين اللي بروه فين ادي واحدة هي ودي واحدة وهنا LE4 جوه بالشكل ده وكان الاربع أطول قلب ولميسم بداخل من ض lav طبعا ده تراح الظهرة الى 요즘 المبيض جاهز من اول الهنا centimetه الى هاته وبعدين يقوم بعمل السهرة الم 좋ته اللي هو الجزء اللي في الاخر ده خالص طيب تعالنا نروح بقى للعائلة اللي بعد كده اللي هي الفصيلة الخشخاشية طيب هنلاحظ ايه احنا قلنا واحنا بنشرح في المحاضرة قلنا من السبلات هنا اتنين اللي هم اللي اتنين الخضروا دول اجي واحدة واجي واحدة ومتساقطين لو قعدت اككبر كده شوية اهم ادي السبلات اهي اجي واحدة وادي التانية متساقطين يقعوا خلاص انتهين بعد كده فين بقى هنا على الرسم من الاتنين دول اهو اجي واحدة واجي واحدة كبار جدا عشان كده رسمينهم بيحوتوا بالزهرة كلها بعد كده هنلاقي فيه اربع اربع بتلات خلاص ادي الاربع بتلات فيه اتنين اهم اجي واحدة واجي التانية وبعدين اتنين لجوه اتنين واجي ادي التانية اهي اهي عشان كده قلنا اتنين زي البتلات اتنين زي ادي اتنين اتنين كبار واحدة برا هي والتانية جوه تعالى بقى للقزدية عدد لا نهائي يبقى الزهرة تحت وبرضه عدد حجراته كتير بالشكل ده كده اهو وده احنا شرحنا بالمنظر ده كده والوضع المشيمي هنا جداري يعني البوايضات الصافرة دي كده الجزء الابية ده امتداد للجدار يعني الجدار اهو طالع منه امتداد بالشكل ده كده اهو كل ده امتداد للجدار وطالع من عليه البوايضات وضعي مشيمي ايه فرايتل او جداري طبعا هو كاتب عليهم هنا 11 يعني عدوهم لقاهم 11 لكن ما بنلاقيهم كتير كده اهو حاب نقول عليهم ايه ملا نهية يعني هو طبعا دي يمكن اول حالة قابلنا بالشكل ده كده طب تعال نروح طبعا ادي شكل الزهرة بالمنظر ده لو انتوا بسيتوا حتلاو ايه حتلاو ادي بتلا اهي ودي بتلا اهي ودي بتلا الجوة ودي بتلا الجوة لهم الاربع بتلاك طبعا عدد الازدية واضح انه كبير جدا ما قدرش عده صعب الغاية خلاص بالشكل ده المي بيض هنا طبعا ده عمل ثمرة ده مش مبيض ده اصبح ايه? الثمرة لو انا خدت قطاع في المي بيض ههو زي ما احنا شايفين ادي البلاسينتا او المشيمة اهي كل دي اللي طلع من الجدار والبني ده اللي هو زي ما انتم شايفين كده هنا اصبح دي بذور مش بوائضات بقى بذور طبعا وده الشكل بتاع ايه كده طبعا العلبة دين هنا طبعا الثمرة هنا لو انا وطلقوا الثمرة الثمرة هنا جفة وفيها فتحات فيها فتحات يبقى صمرة جافة وبتخرج هنا منها متفتحة طالع منها بيطلع منها البذور تعالى نروح هنا للفصيلة الفراشية هنا الظهرة بتاعتنا مالها بصوا بقى كده يبقى في حاجة هي جات لنا هي دي واحدة التناظر اهي لكن خنسة الكأس خمسة زي ما احنا شايفين اللي بره دور طب والكورولا هنا برضو شكل مميز جدا في الكورولا بالمنظر ده واحدة اتنين وفيه اتنين ملتحمين اللي هما في الضهر لو بصيت كده حضرتك في واحدة ادي الملتحمين اللي في الضهر اللي هما دول ودي دول ملتحمين وادي اتنين جوا كمان جواهم ودي واحدة لو واحدة هين عشان كده بنكتبهم ايه واحدة زائد اتنين زائد اتنين بس الاتنين اللي في الاخر دول ملتحمين تعالى نشوف بقى ايه ده خدناه قبل كده في الاسدية اللي هي الانبوء اللي هو ايه بش انبوء بابا سدائية لا دول تسعة وواحد بالشكل ده كده هتلاقي تسعة كلهم تحت هنا وفي واحد فوق هنا لوحده اهو لما بيجي نشوفهم اهو بصيل كده فين اللي لوحده اهو في الخلف اهو ده لوحده والتسعة موجودين اهو لكن في محيط واحد واحد زائد تسعة خلاص هنا هتطلاقون بص كلمة زائد ليه لان دين مقسومين اتنين طيب تعالى للكربلة الكربلة فوق الجينيسة من المتاع فوق تبقى الظهرة تحت عبارة عن حجرة واحدة يبقى الوضع المشيمي على طول كده طرم حجرة واحدة بطلعين على حرف واحد كده اللي هو الوضع المشيمي الحافي وقاد الظهرة تعالى نتكلم بقى على الفصيلة الخبازية بنلاقي برضو هنا في ايه خلاص كل نبات انتهينا منها خلاص ما بنتكلمش عليها ولا عدد بلاقي الظهرة منتظمة خونسة هنا بقى هلاء العلامة دي اول مرة تظهر معنا دي اللي هو ابي كيليكس يعني ما تحت الكأس اللي هم دول عددهم ملوش علاقة بالعدد اللي بعده يعني بيشقول خمسات واربعات وثلاثات لا 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 خالص عشان كده نهو بيقولي من خمسة لتمانية وانا معلم عليهم برا لهم التمهم هنا سبعة واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ما هو قلي من خمسة لتمانية ده بتاع الكأس اللي برا ده ما كان الاتحام تعالى بقى هنا دي الكورولة او البتلات خمسة والمفروض ملتحنين يعني هنا لازم اعمل قوس المثال اللي معانا هنا دول ملتحنين في قوس فين مكان الاتحام بتاعهم اهو بالشكل ده يبقى سواء الكأس او التواج الكأس او التواج اللي اتنين ايه ملتحنين تعالى بقى للقس دية عدد كبير جدا مقدرش عده وطلعين منين وطلعين من فوق مين من فوق البتلات اهو عشان كده عامل الخطوط دي الخط ده اهو الخط اللي هو عامله ده الخط ده الخط ده بس مش عامله من كل واحد هو مجرد بس عامله ايه كمثال ليه بقى عشان يقول لي ايه طبعا هنا في حاجة كمان لازم تتعامل ان هنا دول عاملين انبوبة سودائية يعني لازم يقى دول مجلون قوسين بالشكل ده كده فين انبوبة السودائية اهي اوضحها لكم هنا اهي هنروح بعيد ليه اهو هنا طبعا اللي احنا قلنا عليه بقى دول اللي تحت الرفيعين دول اللي هو ابي كيليكس وده الكيليكس اللي هو كأس ودي كمان اللي ايه البتلات اهي دي الاسدية بالشكل ده عاملين انبوبة اهم انبوبة سودائية وطلع من وصطها القلم اهو طلع من وصطها القلم وبعدين طلع فيه ايه الاستجمة اللي هي المياسم ايا كم بقى لونها يعني هنا طبعا خمس مياسم زي ما انتم شايفين لان احنا ماشين الزهرة دي خمسات يبقى العدد هنا زي ما احنا شايفين نرجع بقى دي الرسم تاني يبقى عدد كبير يبقى عمل ايه هنا دي بقى قد ما عملت كده يبقى استمنال تيوب اللي هي انبوبة سودائية وطلعين فوق البتلات الكربلة فوق تبقى الزهرة سفلية خمس خمس كرابل وملتحمين اهم عرفناهم منين طبعا هنا رسم ثلاثة لكي احنا بحبصة في الرسم نحن لديهم خمسة فعرفناهم كمان من ايه من المياسم ومن الحجرات كمان خمسة بالشكل ده خمس حجرات وادي المحور في النص وطلع ايه هنا البويضات يبقى ده محور ايه يبقى ده محوري وضعي ماشيمي ايه محوري تمام ادي الزهرة وادي المثال بتاعها وادي القطاع نفسه اهو ادي القطاع بالشكل ده كده اهو ادي الأنبوبة السودائية زي ما احنا شايفين طيب تعالى بقى وادي قطاع تاني اهو مرة فين الأنبوبة السودائية اهيه كل دي كل ده كل ده أنبوبة السودائية كل دي الأنبوبة السودائية بالشكل ده خلاص وادي الأنبوبة قطعنا فيها فواضح ان القلم زي ما احنا شايفين ماشي داخل الأنبوبة السودائية لغاية تلابا حيظهر من فوق خالص بالشكل ده كده وقادي المحور بتاع المبيض أهو وقادي البوايضات طلعة في كل اتجاه يبقى احنا بنتكلم على بضع محور تعالوا نروح للفصيلة البذنجانية نفس الكلام منتظمة خنسة الكأس هنا خمسة ملتحمين زي ما احنا شايفين واضحة طبعا أهو والبتلات خمسة برضو ملتحمين الأزدية خمسة فوق بتلية بس مش ملتحمين يعني مش ملتحمين مع نفسهم لكن طلعين من البتل والحقيقة بقى مش على البتلات أماكن التحامل بتلات اهو اللي هو المكان ده فبرضو بنسميه فوق بتلية الكربالة فوق يبقى الزهرة تحت عبارة عن حجرتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده وضع ايه محوري خلاص وضع محوري محوري عشان دول حجرتين وضع محوري وقادي الزهرة هنا بالشكل ده كده اهو قادي البتنجانية لكن الزهرة دي في بعض الأزهار طبعا هنا رسم الموتوك متأسف الموتوك ايوه سايبة في بعض الأزهار بتاعة العائلة دي ألاقي ان الموتوك ممكن تكون ملتحمة ألاقي الموتوك زي ما احنا شايفين كده ممكن تكون ملتحمة في بعض الأزهار زي ما احنا شايفين لكن مش الاساس لكن هنا في حاجة مميزة الحقيقة للعائلة دي ان الاستيجمة اللي هي الميسم بيكون لونه اقدر وستيكي يعني لصق الاستيجمة بتكون لونها اقدر ولازجة عشان تلتصغ بها حبوب اللقاع نيجي للعائلة اللي بعد كده اللي هي الشفاوية طبعاً ده نتيجة ايه شكل النبات نفسه عمنا زي الشفة او زي الفم او الى اخره بالمنظر ده كده خلاص الرسمة اللي تمين هنا فور هنا ناخد بالنبع ادي حاجة مميزة ليه خلاص ان هنا دي واحدة التناظل ادي واحد الحاجة التانية كمان بقى للكأس بص كده ما كاتبوا لي ايه هم خمس وحدات ملتحمين بس فيه واحدة فصلهم الوحدة لانها زي ما تشاهدين كده كبيرة اللي انا عملها باللونة الاخضر كبيرة وحدة كبيرة او كده الوحدة والالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال المفروض دي زهرة خماسية يبقى المفطر ألاقي هنا الأندريسيام أو الأزدية إيه هم خمسة لا حطيني النقطة بص كده عشان بس ألفت نصر حضرتك إن فيه نقطة هنا نقطة يعني فيه واحد ستامينوين فيه واحد غايم خلاص وعشان كده طب الأرباع الباقيين أهم بش اتنين زائد اتنين اتنين حتلاقيهم طوال بس هنا عشان ملتحينين لو بسيط حتلاقي فيه اتنين جول واتننبر حتى لو كانوا في محيط واحد بس هنا في محيطين وحنشوفهم دلوات طب تعالى للمتاع هنا حنلاقي المتاع فوق يبقى الزهرة تحت عبارة عن حجرتين خلاص أو أربعة هنا بقى ده حجرتين أو أربعة حسب الزهرة يعني حسب الزهرة اللي موجودة معنا يعني هنا ممكن بس أكتب بقى هنا اتنين أو أربعة بالشكل دا كده وملتحينين بالمنظر دا كده خلاص هذه المبيض عندي بالشكل دا كده يعني طبعا اللي رسم هنا رسمهم أربعة لكن رسمهم هنا رسمهم اتنين سواء اتنين أو أربعة البويدات طالعة من المحور اللي في النص يبقى وضع محيطيني ايه محوري دي الفصيلة الشفوية بالمنظر دا كده وهو غالبا بيكون بالمنظر دا تعالى لفصيلة القرعية بقى هنا حنلاقي حاجة بقى معددش علينا قبل كده بص هنا كده دي زهرة ايه مؤنسة طب وتحت كده الزهرة ايه مذكرة يبقى فيه عندي نوعين من الأزهار يبقى الزهرة مش خنسة هنيجي نبص للزهرة المؤنسة بالشكل دا الكأس خمسة وملتحمين والبتلات خمسة ملتحمين طب وتحت خمسة ملتحمين وخمسة ملتحمين يبقى متفقين لغاية كده نيجي بقى هنا الهنا الاندريسي مقابل أزدية نحط ايه صفر دي ماهدي زهرة مؤنسة مش هيكون فيها أزدية طبعا اتطلع هنا بصوا أول مرة يقابلنا بقى هنا ايه تحت يبقى الزهرة ايه علوية عبارة عن ثلاث حجرات ملتحمين ثلاث حجرات اهو لو انا بسطلهم كده اهو فين الحجرة هنا اهي دي اهي ادي حجرة اهي دي كلها ادي كده حجرة وادي التانية اهي بالشكل ده وادي التالتة بالشكل ده كده وما الايه اللي طالع ده ده جزء من المحور طالع داخل لجوة شوية عشان يشيل البيضات بالمنظر ده كده يعني وضعي ماشيمي ايه محواري وضعي ماشيمي محواري طيب تعال نروح بقى للظهرة المذكرة حنلاقي لغاية هنا متى هنا الاسدية طبعا الجينيسيا معه المتاع مفيش صفر خلاص انتهينا من الاسدية بقى هنا متقسمك ام اقسمهم لي هم خمسة اتنين مع بعض اتنين مع بعض ووحدة لوحدها والحقيقة بقى اللي هو بالشكل ده كده عبي بقى عامل بقى امبوبة متكية المنظر ده احنا اول مرة نشوفه اهو بالشكل ده كده حنشوفه بقى فضل اهو اللي هو المنظر ده دول الخمق هنا احنا قلنا تلات حجرات وصعب يبقى خمسة هنا يعني هنا اهو في الحجرات احنا قلنا هنا تلاتة ممكن كمان ممكن يبقى خمسة خلاص عشان بس اني بقى فاهمين لكن الشكل اللي قدامنا هنا تلاتة تعال بقى بصوا طبعا الظاهر اللي معانا هنا دول اكيد خمسة ان هنا الستايل والاستيجما اللي هو القلم والمياسم خمسة هادي الظاهرة المذكرة اهي عاملة امبوبة متكية امبوبة متكية وده شكل الظاهرة بالمنظر ده كده اهو المبيض اهو صفلي زي ما انتم شايفين فين المبيض اللي هو ده ده المبيض خلاص والزاهرة بقيت كلها الكأس وكل حاجة فوق نيجي بعد كده الظاهرة تانية برضو احادية اللي لايها مركبة الفصيلة المركبة اللي فيها دوار الشمس هنلاقي الظاهرة اللي هنا اللي عندنا غير منتظمة خلاص وهنا برضو ادي الظاهرة الظاهرة فيه زهرة انسة الكأس بيكون اتنين بيسموهم زي بابس او زغب زغب بابس او زغب بالشكل ده كده فين هنا اللي هو اهو خلاص اللي هو فين اجي واحدة اهي واجي واحدة اهي كأنها زي الزغب اجي واحدة واجي واحدة زي الشعيرات يعني خلاص ودي قنابة طبعا البتلات هنا خمسة حطت صفر وخمسة لأنه كلهم جايين في جنب واحد يعني عايز يقولي انه هما مشكلون ملتحمين بس من تحت لكن لما انت هتشوف الظاهرة كده تعال انبصي كده مع بعض زي ما انت شايف حضرتك الخمسة اهم بس ملتحمين في جنب واحد بشكل غريب شوية خلاص طيب ودي هنا الظاهرة اللي قدامنا هنا طيب فين بقى ادي مبيض حجرة واحدة زي ما احنا شايفين حجرة واحدة وفي بوايضة واحدة البوايضة دي ممكن تكون الوضع المشيمي فوق ايه اه بيكون قمي او قاعدة لما تكون بقى واحدة بالشكل ده كده طيب ودي القلم ودي الاتنين استجمة من منظر ده كده وعشان كده اه طيب حجرة واحدة اه وحجرة واحدة بس طالما اتنين استجمة اتنين ميسم يبقى ده عبارة عن كربلترب والتحمين في فراغ واحد وهنا الحقيقة كمان مش ايه البوايضة مش فيها بوايضات هي بوايضة واحدة بس وغالبا طالعة من فوق فبيكون الوضع المشيمي ايه قمي تعالوا نشوف بقى للمؤنسة اه هنا بقى الظهرة دي خنسة يعني الظهرة اللي فوق دي اللي هي بيسموها ايه الري هنا الكلمة دي نقصة دي هنا وي مش مش في دي وي الري اللي هي الشعاعية اللي على الحرف برا حنشوفها دلوقتي ودي دي في النص حنلاقي نفس الكلام الكأس هنا اتنين اللي هو زي الشعيرات كده اللي هما فين اللي هما دول تحت اللي هو دي واحدة ودي التانية حنلاقي البتلات هنا خمسة عاديين بقى خلاص انبوبة فانبوبة وحنلاقي الاسدية هنا في اسدية خمسة موجودين وابي بيتلس يعني طالعين من فوق البتلات من مكان اللي التحمي الكربالة برضو حجرتين وملتحمين الكربالة تحت يبقى الظهرة ايه علوية من الكربالة اللي هو دي كل دي حضرتك الكربالة بقيت الظهرة لفوق ايه كل دي الفوق الظهرة بالشكل ده كده وطبعا عرفت ان هما حجرتين من الميسم بالشكل ده ده مقسوم اتنين ووضع الميسمي برضو هنا بيكون ايه قمي تعالي قد الظهرة بالشكل ده كده اللي في النص اللي انت شايفهم دول حضرتك اللي عاملين زي الانبوبة دول عبارة عن الدسك اللي في النص اللي هما الازهار القرصية وطالع منهم زي ما حدتك شايف كده اللي هو الاسدية ووالي اخره خلاص واضحين يعني طب تعالي بقى هنا دي الازهار الشعاعية اللي هي البر دي دي الازهار الشعاعية خلاص اهي بالمنظر ده كده وده الفرق بين اتنين قد الظهرة اللي احنا قلنا عليها دي الظهرة الشعاعية اللي بره اللي هي بتبقى محيطة من بره بالمنظر ده من بره خلاص واللي في النص دول اللي هما الدسك فلوريدس او الازهار اللي نجي عبارة عن النورة هامة لو تفتكروا وقادي الشكل مرة تانية كده اهو قادي الظهرة اللي في النص ده المبيض بتاعها سفلي وبقيت الظهرة علوية بالمناسبة دي بعد ما تم التلقاحها اللي هي بتعمل لب بتاع دور الشمس اللب اللي هو بتسمو الفوسوس الفوسوس بتاع دور الشمس خلاص دي ازهار خنسة لكن اللي برا على الحرف اللي هي الريه الشعاعية ازهار ايه مؤنسة فقط بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين شكلهم اهي ادي الظهرة اللي خنسة فيها الحاجات بتاعتها كل لهمة وسعب يكون فيه شعارات بالشكل ده كده بتكون اه الشعارات بوجودة بتوحيد داين النيال مش هاطيبوا اتنين بس وقادي الجزء الشعاعي اللي هي الازهار الشعاعي احنا شرح نغرف الرسمة اللي فوق بتبع كافية يعني بنيجي للزهرة اللي بعد كده طبعا كل ده حاجات اللي هي ايه زوات فلقتين تعال بقى هنروح بقى للازهار التلاتات بناخد اول مسال عندنا الفصيلة النخيلية بتاعت النخل هنلاقي برضو ان هنا الازهار اللي عندنا يا اما مذكرة اهو تأسف الازهار يا اما مذكرة يا اما هتلاقي تحت هنا اجل زهرة ايه مؤنسة بقى في نوعين من الازهار زي ما حنشوف خلاص الرسمة هنا واضح لكن الرسم يهميني المسقط الزهري بالشكل ده كده عبارة عن هنا تمام حانا مش هيبقى فيه بقى كلمة كأس وبتلات غلاف الزهري ده هنا تا contrôle تلا تلاتة زى التلاتة تلنية زى التلاتة التلاتة اللي برا ملتحي مين من هنا كان الالتحام اهو دي اماكن بتاعت التلاتة اللي برا طب والتلاتة اللي جوة مش ملتحي ميندول والقه 2 ستة تلاتة وتلاتة طبعا هنا مفيش زهرة مذكرة يبقى مفيش متاع في الشكل دا كده تعال بقى للزهرة المؤنسة نفس الكلام الغلاف الزهري ستة تلاتة زائل التلاتة اللي بره بتحمين اللي برا سايبين وطبعا ده زهرة مؤنسة يبقى مافيش ايه اس دي البتاع تلت حجرات سايبين منفصلين عن بعض وهنلاقي ان المتاع فوق يبقى الظهرة ايه سفلية بالشكل دا كده نرى هذا الشمرخ الزهري الذي يسمى الطلع وهذا التركيب المؤنس وهي الأزهار المؤنسة التي ستبقى بعد ذلك البلح يأخذ حبوب اللقاح من هنا يوم جاي ملقحين بها الأزهار المؤنسة لكي يتكون البلح نجد أزهار المؤنسة وهي الأزهار المذكرة هذه الزهرة خنسة يعني الأزدية موجودة والبوايضات موجودة هذه الزهرة خنسة وزهرة مذكرة المهم بعد المبيض ما يتم تلقيحه يكون زهرة المؤنسة تكون البلحة بالمنظر نيجي للعائلة قبل الأخيرة من الزوات الفلقة الوحدة بنلاقي الاسم بتاعها برضو هنا زهرة خنسة غلاف زهري ثلاثة زائد ثلاثة ملتحينين خلاص بالشكل ده كده في التعام ثلاثة ثلاثة بره ثلاثة جوه والأزدية طلعة هنا مش هنقول بقى هنقول ايه فوق تبلية عشان دي اسمها تبلات برضو عددهم ستة خلاص ستة سايبين لكن فوق تبلية الجاينيسيام او المتاع تحت الزهرة علوية بيكون من ثلاث كراب المالهم ملتحينين ثلاثة حجرات بالشكل ده كده وفيه صفوف بتاعتنا بالمنظر ده كده يبقى ده ايه اه وضع ماشيني ايه اه محواري وادي قطاع الطولي بتاعها اللي هو اجزاء محواري وادي شكل الزهرة نفسها اهو بتبقى طالع عامل النورة طالع من مكان واحد النورة من المنظر ده احيانا ساعتها لاقي بقى فيه جزء هنا من التبلات بيحويت بالقزدية والاستيجمة والكلام ده ده بيسميه ساعات كرورا انا مردتش اكتبها عشان قلت كفاية انا كرورا يعني خلاص الجزء اللي هو ازاي ده ازاي ايه ده يعني خلاص ادي الزهرة بشكل ده المقطع فيها لاقي المبيض تحت يبقى الزهرة كلها علوية زي ما انتم شافين ده مكان المبيض تحت اهو المنتفق ده وادي الزهرة اهي بصوا المبيض فين تحت والاستايل طالع لفوق واجه بيئة الزهرة كلها ايه لفوق العائلة الاخيرة اللي هي الفصيلة السوسانية هنلاقي برضو هنا الغلاف الزهري ستة تلاتة برضه وتلاتة جوه الاسدية هنا تلاتة فقط فوق ايه تبلية بس هنلاحظ انهم طالعين مش من التلاتة اللي جوه لا من التلاتة اللي بره المتاع عبارة عن تلات حجرات ملتحينين وتحت يبقى الزهرة ايه علوية واجه شكل ده النبات ده حقيقة من اجمل اللي نباتات وخليته للاخر ليه طبعا انتم فوتوا تعرفوا بقى ده ده الواحده اللي هو عارفين الزعفران اه الزعفران ده التلاتة دول عبارة عن ايه الاستجمة المياسم بتاعت الزهرة ده هي الزعفران طبعا بيكون نادر جدا بقى وعشان كده ده من اغلى النباتات على وجه الارض الزعفران ده اللي هو الزعفران الحقيقي لان فيه ناس بيديعوا بقى لواب خمسة ريال وباثنين ريال وباثنين ريال وباثنين جنيه وباثنين جنيه والكلام ده كله ده بيكونوا بقى جايبين حاجات ملونينها او بتاعت نبات اخر لكن هو نفسه بيكون غالي بيجمعوا مش بس كده ده الطول ده كله متقسم لحتة في حتة بتبقى غالية في حتة ارخص شوية لكن ده مش موضوعنا هنا طبعا خلاص وطبعا الاصفر دي اللي هي الموتوك بتاعت مين اللي بتاعت الزهرة يعني لو بصنا كده اهو بالشكل ده كده بيفصلوا الجزء ده اللي هو الاستجمع التلات حتة دول بياخدوهم عشان ايه اللي هي الاضافات الطعام بالمنظر ده كده خلاص وده بيكون غالي جدا ومحتاج عناية ومحتاج زراعة بشكل خاص عشان يقدر يدينا مين يدينا التركيب اللي احنا عايزين اه كده دي مجموعة العائلات اللي احنا الفصائل المطلوبة مننا مش هطلب من حضرة انك ترسم حاجة خالص هيبقى قانون زهري يا اما المسقط الزهري وهقولك المسقط الزهري ده بتاع انهي عائلة خلاص فالمفوض ان انت ايه تبقى انت عارف الحاجة المميزة في كل عائلة يعني ممكن اجيب لك مثلا الجدول واقول لك مثلا تلات قوانين زهرية وتلات عائلات القانون الزهري ده بتاع انهي واحد من الرسومات دي يعني كأنك مزوجة بالطبيقهم يعني فالامور كلها بتكون ميسرة او اجيب لك قانون زهري واسألك عليه او مصقط زهري وابتدي اسألك على الحاجة اللي انت شايفها قدامك يعني انت لو فاهم في حضرتك مش هتحتاج تحفظ يعني هيبقى في اجياء الحدود ان كنت احسنت ووفقت فمن الله سبحانه وتعالى ان كنت اخطأت او نسيت شيئا لقدر الله فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وإلى ان نتقي في فيديو جديد بمشيئة الله بإذن الله ادفقكم في رعاة الله وامانه اللهم لا تجعل في عمنا رياء ولا صمعة ولا كبر يا رب ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته